يعني مبارح يعني كذا حد يكلمني وقال لي على فكرة أنت بتلومي ناس بسيطة بتدي خمس تلاف جنيه وعشر تلاف جنيه وحتى ميت ألف جنيه أمال في قصة شهيرة جداً في المجتمع كلنا عارفين عن واحدة مشهورة برضو خدت فلوس من ناس في المجتمع برضو مشهورين جداً وناس مثقفة ومتعلمة ومناقوي يعني عندهم شغل كويس يعني برضو ادوها فلوس عشان تديهم بالتلاتين والاربعين في المية وهربط وتفشد وكل الناس يعني ناس كتيرة جداً عارفينها من غير ما أقول أسامي الحقيقة أنه أنا بشوف أن المستريح ده في كل الطبقات لا يمكن أن أنا أقول أن المستريح بس موجود على الطبقة الدنيا أو الطبقة اللي هي غير متعلمة لا ده موجود أكتر في الطبقات العالية اللي طمعها أكتر اللي هي فاكرة أنه هي أشتر من البنك وأشتر من البورصة وأشتر من الاستثمار وهي تقدر أن فيه حد تاني يعمل ده وزي ما قلتلكم زي ما فيه نصاب لازم يبقى فيه طمع والطمع ده موجود في كل الطبقات والنصاب ده موجود في كل الطبقات بس بيبقى لابس شيكا في الطبقة العالية وستايل كده وحاجات سينيه وستة تبقى لابسة حلوة ماسكة شونة سينيه ديار وشانال ومعرفش إيه وتبقى في الطبقة دي بلوجر على الفاشن بلوجر معرفش عامل إيه ويبقى مثلا في الأرياف مستريح بتاع مواشي في كل مكان هو السؤال إحنا ما بنتعلمش خالص ولا الفلوس جاية سهلة نرحم نفسنا بقى الأول قبل ما نقول لها يا دولة هتلنا فلوسنا يعني الدولة هتجيب فلوسنا منين لا دي مسئولية مرة أخرى القانون لا يحمي المغفرين